اشتركوا في القناة بيكون الجسم محتاج انه يستعيد قدرته من تاني ويعود كل الفيتامينز والمعادن اللي هو فقدها فترة التعب وده طبعا بيكون بالاكل الصحي بالعصير بالمشروبات الصحية وبيجي هنا برضو دور المكملات الغذائية واهميتها في فترة دي فتعلوا كده في فقرتنا النهاردة نتكلم اكتر عن اهمية الفيتامينات في فترة النقاة وهل في نوعيات معينة من الفيتامينز دي مهمة للجسم في الوقت ده وازاي نختار المكمل الغذائي المناسب لنا كل ده واكتر هنعرفه النهاردة مع عضفتي دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشل اللي منوراني ومشرفاني في الستوديو النهاردة ده ندول حبيب دي حبيبة قلبي ازاي وانتي اكتر والله العظيم موضوع مهم كلنا اكيد من مر به لما الواحد بيتعب ايا كان نوع التعب ده لكن دايما بيكون في فترة التعب في فترة ما بين التعب وبين ان الواحد يستعيد صحيته يتعفى احنا بنسميها فترة النقاء فبنقول ايه اللي عنده شوية بارت خلي بالك دي فترة النقاء عشان هو ممكن يعديك فاكرة لون اقول كده فعلا الفترة دي بتبقى فترة الجسم انهج فيها تاعب فيها فاولها يمكن ما بنقدرش ناكل اكل صحي طول الوقت او ان احنا يعني يبقى لنا قابلية للأكل في ناس ما بتقدرش فبنبدأ لما نتدأ نتعافى نستشعر الجوع ونبدأ ناكل او يعني نطلب الاكل وبعدين هل فعلا المكملات والفيتامينز في الفترة دي تدعمنا يعني تبقى عامل مساعد مش عامل نمنعه في فترة النقاء هذه انت عارفة عظيمة حتى لو انا او انت عندنا شوية بارد ما بنقولش على فكرة او ما بنقولش اي حد بيجي له شوية بارد بتلاقي شربة وفراخ بالعافية عشان يسنت طوله عشان يقول ياخد العلاج بالزبط لا وكمان الوقت البرد او وقت العية الجسم بيسحب كل طقتك عشان يحارب الفيروس يحارب البكتيريا لان عملية الهضم نفسها محتاجة طاقة على فكرة يعني عملية الهضم على عملية صعبة جدا ان احنا ناكل وينزل المعدة والمايكروبيون يشتغل والحمض المعدة يشتغل وبعد كده ينزل على الامعاء والمايكروبيون يفتت الاكل وكل ده طاقة وقت العية ما عندناش طاقة فما منقدرش ناكل وقتها بيبقى فيه ديستركشن ليفر رهيب الفيتامينات والمعدن يعني وقتها لازم لازم وقت العية ناخد فيتاميناتهم معادن مش بس نستنى للنقاها يعني وقت وحنا عيانين مفيش اكل مناكله يبقى فيه نقص فيتامين سي فيه نقص فيتامين بي فيه نقص في الزنك فيه نقص في المناعة فيه نقص في التمثيل الغذائق اذا هو مجموعة فيتامين زمعين احنا محتاجينها طبعا لكن احنا ممكن ناخد منها بس فيتامين سي قولها عشان يدعم عشان فيتامين سي مهم للبرد فيتامين سي مهم لكن فيتامين بي مش مهم اه مهم صح احنا هي دي بقى اللي انا عايزة يعني اصيره في الفقرة زي معاك طبعا فاسهل طريقة ان احنا نعمل بالانس للفيتامينات ان احنا ناخد قرص واحد من قلب مالتي فيت يوميا فترة النقاها وفترة العية وكل يوم انا مش بدي فيتامين اعالج عية معين او اعالج مرض معين انا بدي فيتامين عشان ادعم التمثيل الغذائي ودعم صحيتي ودعم مناعتي ودعم من شعر ما يقعش ودعم شكل بشرتي فلازم استخدم قلب مالتي فيت فترة النقاها بمهم قوي ومن قبل فترة النقاها بنصح جدا باستخدام قلب مالتي فيت واشمعنا قلب مالتي فيت عظيمة لانه اولا واخد ترخيص من هائل سلامة الغذاء وده يديني ويديك ويدي كل سادة المشاهدين الامان المية في المية انه هو بيبلع حاجة او بتبلع حاجة هي امنة لان التستات دي بتعمل على اي منتج قبل ما ياخد التلخيص بتعمل عليه تستات مرة واثنين وثلاثة وعشرة انه امن انه موجود في السيدليات فده يديكي امان اكتر لان كنت بتشتري اي حاجة من السيدليات انت عرف انها امنة قلب مالتي فيت جوه 13 عنصر وفيتامين مهم للستات كلمين عنهم بقى مهم للستات جدا ومهم للرجال جدا لو هتكلم عن الزنك الزنك مهم للمناعة الزنك مهم لكل العاملات الحيوية في الجسم المعدة بتحب الزنك جدا كويس الزنك مهم لصحة شعري وصحة ضوافري وهل هو الزنك هنا النسبة بتاعته دي نسبة كويسة ولا عالية ولا العادية الاعلى في تركيز الزنك لان الزنك مهم جدا اخذه بنسبة عالية والله طبعا الزنك عندي 23.9 النحاس موجود بنسبة بسيطة لأن النحاس مينفعش اخذ منه غير النسبة بسيطة لكن احنا حطي النحاس ليه ايوه مع الزنك عشان الزنك يشتغل اوكي الزنك من غير النحاس مش هشتغل اصلا الاثنين دول زي ما فيه فيتامينات بتشغل بعض اوكي زي فيتامين دال مع كالسيوم الكالسيوم موجود بنسبة كويسة لكن الفيتامين دال ناقص الكالسيوم مش هيخش العظم اصلا يا شو فيه كل حاجة مترتبة على نوع اخر من الفيتامين طبعا زي مثلا الحديد وفيتامين سي اي حد فينا عنده اناميا الدكتور بيكتبله على حديد وبيكتبله على فيتامين سي عشان يساعد امتصاص الحديد الحديد بيسموه بيسموه معدن الملك صعب امتصاصه وان المعدة بمجهود كبير انه يتحول الفرس لفرق لان الفرق هو اللي بيمتص في الدم هنحن بناخده فرس ولازم يتحول الفرق فالمعدة مجهود عليها كبير فلازم ناخد فيتامين سي لانه بيعزز لامتصاص الحديد لان الحديد مهم جدا جدا والحديد موجود في المصاق يعني ما اقولوا خطيئة لا انا فيجيتاريان ما بقولش ناس النباتيين اللي ما بيكلوش فراخ او لحوم او اسماك او كده وبيعتمدوا على الحديد في الجرجير والسبانخ طبعا الجرجير والسبانخ والبروكلي فيهم حديد بس بيسموه حديد رديق الجودة الحديد العالي من المصادر الحيوانية طبعا فيمكن بنصح الفيجيتاريانز ان هم يمشوا على طول على قلب مالتي فيت من اهم من الناس اللي لازم تمشوا على قلب مالتي فيت بنصح اخواتنا المسيحيين لان عندهم صيام عن فترة طويلة من السنة فلازم برضو يمشوا على قلب مالتي فيت هيبقى عملوهم جدا المناعة والصحة بتاعتهم لو هيقولوا لي مثلا الاسماك مهمة الاسماك اهم من اللحم الحمر بتكلم عن اللحم الحبرة مهمة بس مش يوميا يعني احنا كلما نكبر عشان النقرس هيعلى وقصص تانية احنا كلما نكبر في السن لازم نقلل من استهلاك اللحم الحمر عشان كده نبقول النباتيين دايما سبحان الله محظوظين برضو ربنا يعني ما بيعملش حاجة وحشة كلهم طلعوا نباتيين دي نعمة برضو لان هما بيحتفظوا البشرة طول الوقت كويسة جدا يعيشوا اطول يعيشوا ربنا يزيم الصحرة وحاجة كمان اللحمة مهمة على فكرة التجعيد والحاجات دي مبتظهرش عندهم بدري اللحمة مهمة بس نقولها مرة في الأسبوع نقولها مرتين في الأسبوع يا ساتي مرة مرتين كفاية مرتين في الأسبوع أنا على فكرة من اكلي اللحمة جدا بس قللتها بقالك كثير جدا أنا قللتها خالص معاني وانا صغيرة كنت افين اللحمة كده بس سبحان الله كل ما كبرت كل ما بقيتش ما بقيتش يتقللي ما بقيت خالص و برضو لازم نتكلم على موضوع نسبة السكر بلاش تلات أربعة معلقة السكر في الشاي هنا كمان ساعة تلات أربعة تلاقيك بتاخدق عشر معلقة السكر في اليوم ده ده فيه ناس بتعدي كده لو هو خد سكر بس فيه مشروبات ومال لو كان حاجة حلوة بقى طبع ما هو كله مع بعض مع بعض السكر مهم للطاقة بس بالنسبة ولو عيلي يتقون بهم لفترة محدودة فبرضو نعمل حسابنا مع ألبا مالتي فيتن نحن نحاول نغير اللايف ستايل بتاعنا شوي التدخين ضري جدا التدخين ضري جدا يعني ممكن نكون مناخد كالسيوم الكالسيوم اللي في جسمي انت عارفة لما بنيجي لو حد بيدخن الأوعية الدموية بتضيق طب العظم عايزة الدم هو اللي بيشيل البيتامينات والمعادن عشان تخش خلايا العظم هتخش ازاي والأوعية كده مقفولة فمنحاول نغير شوي اللايف ستايل بتاعنا على قدر الإمكان وبستخدم قلب مالتي فيت رائع ومرخص من هيئة سلامة الغذاء سعره رائع جدا امن لاستخدامه فترات طويلة يا دينا كفيتامين عشان فيه ناس تقولك ايه انا ممكن اخذ الفيتامين ده مثلا انطلت شهوره والدكتور يقول وقفي شهر وبعدين استكملي مرة اخر هل هو يعد من الفيتامين دي الدكتور وقتها بيقول ده لما بيبقى كاتب على تركيزات عالية جدا من الفيتامينات القبل للذوبان في الدين تمام فطبعا بنمشي على كلام الدكتور من قوي احنا مغماضين لكن بالنسبة لالبا مالتي فيت هو اصلا الفيتامينات اللي فيه قبل الزوبان في الماء ملوش ترصيب على الخلايا اساسي يعني ملوش ترصيب في الدهون وانا شايفة كمان نسبة الكالسيوم فيه اصلا سبعين لو استخدمت كتير ما فيهاش ضرر لترصيب انا محتاجة يوميا من الكالسيوم ألف انا داخل ألف مالتي فيت سبعين بس وبرجع اول لو النسبة من الفيتامين به زادت من فيتامين سي زادت زادت يعني بينزل عن طريق البول انا معنديش تخزين للخلايا لكن بطمن الناس ان ده مش هيحصل يقولك تب ينزل عن طريق البول يبقى انا كده ممكن احمل على الكلاب بتاعتي اطلاقا لان النسب اللي عندي من دين سبيس للأكل الصحي مش هي دي النسب اللي مطلوبة يوميا انا مقللة سنة عن نسب المطلوبة عشان حتى ما يحصلش انه يعلى ونحمل على الكلاب بتاعتي فهو مدروس من جميع الجهات الحقيقة هو في ميزة بصراح ان انا لما هاجي في تعبانا نقدر الله فترة نقاها فانا هاخد قرس واحد فقرس واحد مكمل في معظم او اغلب الفيتامنز المهمة الجسمي في الفترة دي تدعمني وتساعدني ده مهم عن اني اخد من اكتر من علبة وانسة اكيد في حاجة هتقع مني ده مهم على فكرة مهم جدا انا واحدة من الناس واكيد في ناس بتفكر زي كده كتير اكيد وطبعا على الشاشة دلوقتي المميزات اه قولنا اعلى في تركيز الزنك يقوي المناعة غاني بمجموعة فيتامين بي يعمل كمضادة اكسادة يحتوي على مزيج الزنك والنحاس ويجمع بين الزنك والبيوتين والنحاس وانا يسير لدعم صحة الجلد والشعر والضوف فكل ده اللي بيميز الفا مولتي فيت عشان محدش يقول لي ايه واشي معنى الف مولتي فيت يا دكتورة دينا ما فيه مكملات تانية كثير وكويسة ومحترمة في السوق اكيد في حاجات كتير حلوة جدا لكن الف مولتي فيت انا من وجهة نظري انه مختلف يعني انا مهمة عندي ان انا اخد فيتامين بي لكن انك انت تلاقي تخش السيدالية وتجيبي الضرب بتاعتك هتستهلكي وقت طويل جدا وانك اكيد هتلاقي ان فيه فيتامين بيه منهم ناقص لازم فالحقا اصلا في الانجيكشن بيبقى فيه منهم حاجات وحاجات وتشتري من ديو بتشتري من تانية بالزبط فانتي بتسهلي على نفسك الامور ان كنت تاخدي قلب مولتي فيت وهو رقم الخاص قولنا بقى لو ملقناهوش في السيدالية لان لسه جايلي بصي ثلاث اسئلة لو انا ملقتوش في السيدالية لقريبة مني احيانا السادة العملة يروحوا السيدالية لجنب بيتهم في اي محافظة بيلاقوا مش موجود فاحنا كمان سهلنا على العملة دول ان هما يقدروا يقولوا للسيدالي لا احنا القلب مولتي فيت موجود في الشركة المتحدة للسيدالة والكود بتاع السيدالة 83 205 يقدر الدكتور السيدالي يطلب القلب مولتي فيت عشان يوفروا عنده في السيدالية بتاعته لو عنده عملة كتير عايزين منه فدول الناس اللي بتحب تشتري من السيدالية تقولك لا انا مش هشتري اونلاين انا دماغي بقى ان انا اروح السيدالية كويس في ناس تانية دماغها لا انا اقلي خليه ننزل السيدالية تب انا قاعدة في بيتي واتكلم ودلوقتي السوشال ميديا هي المنصات هو بيشوف الموبايل الاسرع من ما بيستحباب البيت بالضبط فبرضو عندنا ارقام ظهر على الشاشة عشان نوصل برضو للسيدة العملة اللي مش هادرين ينزله ويطلبوه من السيدالية فالطريقة يئما من كده يئما عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها بايو ناتشول بايو ناتشول نقدر نتفصل عن اي سؤال يخص قلب مالتي فيت وبرجع ان السعر بتاع قلب مالتي فيت رائع وان العبوه بتكفي شحر بالسعر ده وهو ده مهم رائع انا نراقي معظم الفيتامينز في عبوه واحدة في فيتامين مرخص موجود في السيدالية وبيديني معظم اللي انا عاوزوا وكمان سعره مناسب فنقدر استمرر انه الاهم الاستمرارية طبعا انا ممكن اجيب دلوقتي ماشي هتخلص العلبة المستوردة لبشيء الفلاني وهاجي اقول ما قدرت اشيبها دلوقتي ايه هوقف اخد فيتامين بالضبط حاجات المستوردة غالية جدا قوي زيادة جدا مبالغ فيها يعني وبعدين في شركات مصرية بجد تحترم حقيقي والله بجد يا دين وانواع ادوية والله انا لما بروح ساعة للدكتور مثلا حاجات خاصة الاولادي يقولي على دوا بيبقى سعره زهيته بسيط بس بيقولي هو اقوى واحسن من اللي هتشتريه كذا شوفي تخيالي فعاليته وبيبقى ارقام بسيطة قوي بس ندور عليه في ناس كتير عايزة تدعم صحتها ومش معها المبنى وعايزة يبقى في استمرارية طبعا وعايزة اقولك كمان الناس كتير معاها المستورد بياخدوا المصري للوقتي طبعا فعلا لان اعتقد كل المنتجات المصرية من الادوية من اي منتج مصري بندعمه جدا جدا انا دلوقتي بقيت لبس حاجات مصري كتير جدا وبستخدم ادوية مصرية وبستخدم قلبة مالتي فيت لان المصنع اللي مصنع قلبة مالتي فيت مصنع رائع واخد ترخيص وعندنا داكاترا احنا عندنا من افضل داكاترا في العالم موجودين في مصر ما تنسيش يا دين احنا عدنا فترة طويلة كانوا داكاترا دول بينتدبوا برا مصر حتى الصيادلة كان عندي اخ صيدالي ربنا يرحمه وكانوا برا مصر حتى المدرسين حتى يعني على معظم فئات من المجتمع فكنا بيبقى من عندنا والله يا عظيم انا كنت في الساحل الشمالي وتعرفت على سيدة مش مصرية نزلة من بلدها عشان هتعمل عملية تتمين في مصر سيدة تانية نزلة من بلدها عشان هتعمل حقن مجهري في مصر فاحنا عندنا من اقوى وعندنا من اقوى فعلا لمنتجات كجودة وكواليتي وعلى طول بقول قلب مالتي فيت يعني في وقته قصير جدا جدا انا بقالي مثلا اقولي ستة شهور في قلب مالتي فيت ما اعتقدش ان في حد دلوقت مش عارف ايه هو قلب مالتي فيت والنجاح بتاع قلب مالتي فيت في حاجة ان اللي اشترى رجع اشترى تاني وتالت وعاشر فدي حاجة تسايدني جدا انه حاس انه فعلا فعال ده النجاح بتاع المنتج اول ما نزلنا بالمنتج كنا منتكلم وانس ان الوردر حصل ري اوردرز لنفس العميل ده النجاح اكيد طبعا بتاع قلب مالتي فيت وشركة باي ناتشل اكيد طيب خلينا ناخد من اسئلة مشاهدينا بقى طيب معايا منطولا عادل بتقول مريض الاكتئاب ليه كده بس يا منه طيب ممكن ياخد مكملات غذائية تساعده وهل الفيتامينز ليها دور او اي علاقة في تحسين الحالة المزاجية الفيتامينز مهمة جدا لتحسين الحالة المزاجية اكيد فيتامين به مهمة جدا لتحسين الحالة المزاجية لانه بيعليل التمثيل الغذائي فيتامين اي انتي اوكسيدنت مهمة جدا لتحسين المود سوينجز لكن لو اخدنا قلب مالتي فيت والفوليك اسد مهمة جدا للصحة النفسية لكن في حاجة مهمة جدا اخدت قلب مالتي فيت فترة طويلة ولسه عندي اكتئاب بروح لدكتور نفسي دايريكت اولا ما ينفعش اخد ادويات نفسية من استشارة طبيعي ما ينفعش لو اخدها ولا وقفها من نفسي طبعا ناخد بالنا من دا جدا لو الاكتئاب مزمن بلجأ على طول دكتور مفيش هزار في الحاجات دي وما ينفعش ان انا حتى الرشدات بتبقى لازم الرشدات داكاتر النفسيين الادواء دي وبتطلعش غير برشدات طبعا فباخد قلب مالتي فيت ممكن يكون الاكتئاب نتيجة نقص اكل نقص فيتامينات ومعادن ممكن تكون مضهم مش معتدل او حالتها رمزاجية مش مظبوطة فهي بتحطها تحت اللفظ دا لكن دا مش اكتئاب لكن لو فضل عندها اكتئاب مزمن بلجأ لدكتور وباخد ادوية طيب خلينا ناخد عفاف علي بتقول في الصيف جلدي بيكون مؤشر بيهرش بتهرش فيه كتير يعني هل ممكن القلب مالتي فيت يساعد في حال المشكلة دي بالنسبالها القلب مالتي فيت هيساعد لانه فيتامين بي الناس كتير مش عارفة انه بيعمل ترتيب عالي جدا للجلد ولازم احط افتر سن كريم افتر سن على جسمي دا لازم واشرب مية اشرب مية وحط افتر سن واخد القلب مالتي فيت دا مهم جدا طيب نقول احمد عبدالسلام بيقول نقص البيتامينات له علاقة بحدوث اضطرابات في النوم؟ طبعا طبعا اكيد نقص الفيتامينات تعمل اضطرابات في النوم فايتامين بي برجع ول فيتامين بي فيتامين بي فيتامين بي كل الليلة فان انا ااخد كل الليلة في قرص واحد مش بلقيها غير فعلا في الجرعة المصرح بيها فيتامين بي بيساعد عن نشاط. بس أنت يمكن مثلا لو نزلت لقيت نشاطك عالي وعملت المهام بتاعتك اليومية هتروحي تاخد الشوار بتاعك وتنامي. ناس عندها بطء في النوم لأنها قريدي ما عندهاش نشاط أصلا. فطول الوقت قاعدة في البيت فبتصحى وتنام وتنام وتصحى وتاكل. فهم قصدي. لكن لو أنت دعمت صحتك نفسية ودعمت نشاطك هتروحي البيت هتنامي في ريلاكسيشن. لان كنت طلعت طاقتك. طلعت كل الطاقة اللي عندك. فمهم قوي ان انا اعرف ان نقص الفيتاميرات المعادلة ممكن تعمل قرق في النوم. يبقى احنا كده اكدنا انه العناصر الموضة في الف مالتي بيت. كالسيوم كمان. طلعتشر عنصر مهمين وفيهم الفالك أسد اهو. والكالسيوم والكابر وفيتامين اي. فيتامين اي مهم قوي عظيمة. طبعا. فيتامين اي مهم لتنشيط المبيض عند السيدات. زمان مابايا كان لازم يديني. كانوا زمان مع بعض. اي و اي. كانوا في علبة واحدة. اي و اي مع بعض. بس الاي بيتاخد with very small trace. لان الاي مهم جدا. لكن بيتاخد بنسب بسيطة عشان هو fat soluble. انتي عارفة انه لما حتى حدا بيجي له احتقان ويساعت مناعة الزور. ده كثرة الانف. اوزا انا اقول لكم دي عشان واقع حصلت معي. قال لي مناعة زورك اضافت من المضادات الحيوية. فلازم تاخذي. فكتب لي الفيتامين اي. اخده الصبح على الريق. لفترة حوالي اسبوعين او حاجة. علشان يقوي مناعة. يقوي المناعة. تخيلي. فانا عرفت قد ايه اهميته. ومهم لما جبتي قصة المضادة الحيوية. المضادة الحيوية مهم جدا. بس يبقى تحت استشار الطبيب. طبعا. مش كل يوم نصحة ناخد مضادة حيوية. لان المضادة حيوية من غير استشار الطبيب. لا يجهد كمان المناعة والجسم طبعا. والمسكنات. هرجع اقول المسكنات ما بتتاخدش بمبوني. صحيح. انا بشكوري كده الدولة بجد والله اللي بجودك معي. شكرا على ردودك على اسئلة اصدقائنا. بشكر حضراتك. شكرا جزيلا لحسن المتابعة وللاسئلة حضراتك وتواصلكوا دايما معينا. اسمحولي طبعا اشكر ضفتي لشرفتني ونورتني النهاردة. دكتور دينا ابو صعود المستشار الطبيب لشركة بايو ناتر. نورتيني وشرفتيني. بنورك. مرسيح. وإلى لقاءات اخرى وفقرات اخرى مع بعض ان شاء الله. وإلى يعني اجابات لأسئلة حضراتكم مستمرين معكم من خلال صفحة دكتور دينا أو خلال صفحتي الشخصية. أو حتى صفحة بايو ناتر للشركة رفسها. واسمحونا طبعا الوقت بيعادي مع حضراتكم بسرعة. لكن في النهاية اتمنى من الله. ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا لحلقة جديدة على الفخير وصحة وسلامة وسعادة و سلام عليكم.